حذرت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها من تدعية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي وما تسبب فيه من دفع ملايين الأشخاص ضمن الفئة الأكثر فقرا على وجه الأرض إلى حفة المجاعة بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يخيم شبح ركود ودفع تكلفة تلك الحرب على العديد من المجالات والقطاعات في العالم والتي يعد الاقتصاد من أبرزها الكثير من المؤشرات يمكن ملاحظتها للتأكد من تواصل تلك الأزمة التي دفعت بمنظمة التجارة العالمية إلى أن تخفض توقعتها لنمو خلال العام الجاري بسبب تأثير الحرب والسياسات المتعلقة بذلك وهناك توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية وقد عبرت منظمة التجارة العالمية عن قلقها من الأزمة الغذائية القادمة وأشرت إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني بشدة وأن الدول الفقيرة هي التي ستشعر بنقص الإمدادات من المواد الغذائية أكثر من غيرها في السياق ذاته تشير تقارير أخرى إلى وجود مخاطرة في قطاع الأمن الغذائي العالمي منذ سنوات إلا أن الأزمة الأوكرانية عمقتها فمنذ بدأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية حول العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهما دولتان تصدران وحدهما ما يقارب 20% من القمح العالمي بدأت تخرج التقارير الدولية من مختلف المؤسسات المالية والمنظمات الدولية الاقتصادية حول ما سيصيب الاقتصاد العالمي من انكماش عموما وما سيصيب اقتصاد كل دولة على حدى ترجمة نانسي قنقر